عائلة كريمة وابن هذه العشيرة هذا اللي بيرده وبصده عن انه يسيء لعشيرته وليس العكس المفهول يعني كأنه احنا صرنا وانا بقول قلها حتى ما نعمم لانه بفضل الله جامعاتنا مش كلها فيها مشاكل حتى لبعض الجامعات اللي بصير فيها مشاكل مش كل الكليات بصير فيها مشاكل لكن احنا منحب دائما نوصل للكمال حتى ما نسيء التعليم العالي عندنا من افضل الجامعات لكن احنا والله نتألم اخي محمد لما نسمع انه في جامعة فلانية انحرق فيها غرفتين ثلاثة ولا انضرب فيها غرفتين ثلاثة لكن برجع بقول هل الكبار يعني ابوك ابوي المختار شيخ العيلة كبير العيلة خالك الكبير هدول اللي بعم دورهم مش هدول في لهم دور يا سيدة على عيني هدول لهم دور بسمع احترامي هلا في مثل بقول ابنك مش اللي بتشوفه بيتك ابنك ابن صحابه ابنك بره ما بتعرفه هذا للأسف انه لما بكون في رادع من وزير التعليم العالي اي شخص بتعدى اي شخص بيصير منه اي تطش في هذا الموضوع كويس يكون فيه فصل لا في واسطة لا رجعوه لا كرمالي لا عباي لا فنجان جهوة هذا الحكي خط احمر انا بعتبره خط احمر حتى نحافظ على هاي السما اللي تفضلت فيها انه هذه يعني عبارة عن شيء كبير بالنسبة انه لا يمكن انه نخدشه اي شخص بيخدش هذا الموضوع هو بيخدش كيام تعليم كامل كلامك سليم ما بعرف يعني المفروض انت حكيت كلمة قبل شوية لو كنت مكانه شو بتكون انا لو مكانه لوزير التعليم العالي اي شخص بيعتدي على اي شخص داخل الجامعات او في عنده هاي بنعرات يحقن من التعليم هنائيا بالارغن خليه راه دور عجراتي بره خليه بره نشوف يقول انا ابن فلان او يقول اني انا فلان هذا للأسف يعني انا بتمنى بس انه يعني انت قلت لو كنت مكانه لو كنت انا مكانه لا يمكن اخلي شخص في جامع تدى او تسوى من اي المشاكل اللي حصت اسمعنا فيها خلال السنة هاي الماضية مستحيل اخليه ضلو في الجامع لا بجامع ولا بكله يحرم من التعليم نهائيا طب ما هو كمان لا تنسى استاذ محمد يعني هلأ انت في شغله هذا عمره 18 خلص التوجيه ودخل على الجامعة لساته 19 يعني ما صلوش زمان ترك مرحلة المراهقة يعني كمان هو مظلوم الولد يعني هو مظلوم لانه ما فيه له من قبل ما يفوت الجامعة ناس يقودوه يعني اذا انا فصلته في ناس بيحكو يجب ايضا انه يحس بالألم الاهل الان الاهل بهيك حالة لماذا لا نقحمهم في الموضوع بمعنى انا عندي طلاب بالجامعة هذا الطالب الساق طب مين اللي بدفع قصة الطالب مش ابوه طيب تعال يا ابو اللي عم تدفع عنه انت مصاري شوف ابنك شو بيساوي يعني بجوز جامعتي الوحيد اللي بتمارس ممارسة طيبة اللي فيه خلل عنده محمد ابو حسيم يقول له مرحبا استاذ ابو فلان اذا سمحت راجع للجامعة فيه ناس عاتبوني بيقول انت زي المدرسة بتساوي لا مش زي المدرسة يا عمي ما الولد مبارح اجه من المدرسة لساته ما حس انه صار بجامعة اذا اخل انا مش دوري اقعد اربي فيه واقول له عيب يا ولد لكن بنفس الوقت يجب انه يقحموا فيه وجه التظر بتقول اقحم الاهل في الموضوع واتجيبهم عالجامعة خليهم يشوفوا اللي بيساول ولد قابل ما نحنا نقطع راسه ونقول له مطرود ما بارشو رأيك في الفكرة هاي والله اسمع لي هلأ اذا كان فيه قرار الموزير بيحكي انه اي شخص بيسيه اللي حيتحركه مثل الولاد ولا الطلاب الاهالي رح يتحركوا رح ينسوا يقول له اوعى تير بالك ان رحت تنفصل انا عامل انا متوي انا تعبت انا انا درست انا حلمت انك بسير انا كذا هون بسير الاهل هم 18-18 انا بعمري وبعمرك بقول عنه طفل هاته الحال؟ صحيح يتم يحسوا انه لجب ان يكون صدوكة سليم في هاي الجامعة قول اختلفت الحياة بالنسبة لك قول انت انسان ثاني رح كل يوم امه وابوني يتكوه اوعى تير بالك الناس احترامك للناس احترامك للمدرسينك احترامك للدكاترة هذا التحفيز من الاهل لم يكون فيه قرار حازن انه فيه فصل نهائي اه؟ انا بتوقع انه الاهل رح يدخلوا اما بجي من هذا القرار ما انه يكون موجود رح تصير الشغلة كلها محرم نشوف غرابكة فلان محرم نشوف فلان ما هو احنا منحكي هذا الحكي بس يبدو التعليم العالي ببعث تعليمات للجامعات والجامعات في بعض الجامعات بتطنش كل الشكر لمداخلتك وهي اول مداخلة للاستاذ محمد زكريا بحسنية انت صاحب فكرة هذا البرامج ومؤلف هذه الفكرة فكل الشكر اليك اخي العزيز اشكر يطولي عمرك سلام وصلتني رسائل على صفحة لو كنت مكانه من محمد دينتست لو كنت مكانه بقول بخلي الجامعات الخاصة تاخذ التخصصات اللي بدرسوها بمصر او اوكرانيا او روسيا بدل ما يتغربوا هالطلاب اقل طالب بدفع خمسة الاف دولار في الفصل غير مصروفه الشهري بره الاردن ليش؟ وبيقول لك فوق السبعين ادرس طب وهندسة بره وبيجيب الطالب جيد جدا امتياز يعني المبالغ هاي لو تستعمل او تستغل في الاردن في تطوير التعليم او الاستفادة كان ان بنى جامعتين دكتور محمد زلوم خريج كل الطب في مصر دكتور محمد شكرا لك على الفكرة يعني احنا باعتقادي لما طالب ما تستح له الفرصة انه يستكمل تعليمه في بلده طيب شو البديل؟ هلا احنا بنعرف الجامعات لا تقبل معدل تسعة وخمسين فاصلة تسعة عشر ما بفوت جامعة ولا اي جامعة مفروض يكون ستين وطالع انا بحكي عالجامعات الخاصة في بعض التخصصات زي كلية الحقوق ادبي لازم يكون سبعين وطالع ستين مقبس ستين ما باخدوه في بعض التخصصات زي الهندسة وزي الصيدل وغيره وغيراته يعني حقيقة ممكن انه يكون من التمانين وفوق هيك التعليمات اذا لما انحطت هذه المعايير يا جماعة الخير مش معقول واحد كان جايب اتنين وستين ومعدلاته كلها يعني خلال اعوام اتنين وستين فرض مرة يقفز على الطب انت بكون خارب بيته والله ليش انا بشوف طلاب ليش عمو بدك تدرسي هندسة بتطلع على ابوه هيك بابا بده اياني اكون مهندس ليش حاب انه تكون تدرسي صيدلية تطلع على امها هيك تقول والله ما ما حاب انه ادرس هندسة طب انت شو حابب تدرس هذا السؤال اللي حابين ابو فاتح الكايد دكتور كيف اهلين وهسان الاهلا فيك يا ابو فاتح رانيا قنقوش انا احب برنامجكم شكرا لك يا رانيا شماغي الاحمر بقول الزام الجامعات بتوفير وسائط نقل للطلبة كشرط اساسي لتجديد ترخيصها وفق مبالغ مدروسة تراعي الحد الادنى كوسائط النقل العام وفق الهوية يتم استخدام الوسائط اعتماد ساعات التدريب الميداني وفق اتفاقية بين كل كلية والقطاع الخاص شرط اساسي للتخرج ايضا شماغي احمر ومهدب بقول اتباع سياسة الابواب المفتوحة بين الطلبة والادارة لنزع فتير اي خلاف من بدايته منع الدخول للجامعة لمن ليس له تصريح او هوية بالجامعة والله بدي ابوسك من خدودك يا شماغي احمر ومهدب حلو اسمك كمان يعني حبذ الجامعات كلها ابدا يعني سؤال في حدا بقدر يفوت على السينما بدون ما يكون معتكة سينما ما بقدر صح فيش واسطة فيها في حدا بقدر يفوت على مسجد بلد تشبيه بدون ما يكون متوضي فيش في حدا بقدر يفوت على عرس بدون ما يكون مدعو الا قليل الهذا فيش طب ليه الجامعات الوحيدة اللي حطها واطي يلا يا شباب خلينا نفوت نقزل ونروح نشوف ونقيم في بعض الجامعات في تساهل لما صال الحكي في جامعات مؤتة قبل فترة وقالوا انه في مجموعة ملثة ما دخلت طب هكذا كيف دخلت العتب على الامن هنا في مسؤولية جامعة انا باعتقادي في مسؤولية كبيرة بس برضو عم بيقولولي عواطف ابو خلينا للعادة ان شاء الله شكرا يا عواطف ايضا بيقول سأعمل على تحسين برضو بعتلي شكرا لك شماغي شماغي طب شو اسمك ببعت بيقوللي لو كنت وزير تعليم عالي سأعمل على تحسين مدخلات التعليم العالي ومخرجاته حلو البحث العلمي اساسي في تقييم الجامعة حلو كتير عدد ساعات العمل التطوعي لكليات المجتمع اساسي للتخرج رائع والله يا ابو شماغ منع الموازي للاردنيين كحق لهم في التعليم على اساس معدلات قبول ثابتة وليست متغيرة من سنة لاخرى كلام كتير رائع تقليص عدد الطلب الوافدين الى 30% هذا ما حد راح يوافقك فيها لانه الجامعات الخاصة تلترباها يعني يعني منقدرش نقول للوافد لا تيجينا يا ابن عمي يعني هذا الوافد هو اول اشي ضيف عبلدك ولما ايجي عندك ما ايجي عندك لانه ما لاقى فرصة ايجي عندك لانه بيعتبر بلدك وجامعاتك من افضل الجامعات تقليص عدد الادارين الذين يستهلك ميزانية الجامعة والله ما بعرف احنا عنا بجامعتنا والله بدنا اداريين اقرار زي موحد اجباري للجميع في الجامعات الحكومية للتخفيف على الاهل من مصاريف الملابس وتوفير الوقت شو رأيكم فيها طلفاح بقولك زي موحد للجامعات حتى نخفف هالبنات الله يعينهم الصبح وهالشباب كل واحد كل يوم بدها نراسه بهالجل وهالجينز وهالقصص بنشوف اللي مسحسل ومش مسحسل والدي زي موحد فكرة لكن بلاش يتهمونا نصير انه احنا لينينيين توفير الوقت بنات لكل طالب علامات زيادة ممن يستعينوا بالمكتبات والابحاث الموثقة بيستعار كتب والله هذا الرجال يا ريت انك تحكي معنا يا استاذ صاحب الاكاونت شماغي احمر ومهدب حكى معلومات كتير مهمة طيب نرجع لموضوع المكرمة المكرمة هل احنا راضيين فعلا على انه نقول بطلنا بدنا مكرمة ولا خلينا احنا نعيد معايير المكرمة يعني ابناء الموظفين ابناء كل هالناس مش بسوى انه ما هو شو بسير بالولد ابنك بدرس توجيهه بيعرف انه انت ما هو الولد طالع له مكرمة لما بيعرف انه طالع له مكرمة بتعرف شو بسير فيه بنزل المفروض يكون حاطط اول تاني طول الامتحان ولا بحط حتى رابع بسير راخي ما هو انا طالع له مكرمة طالع له مكرمة لما يكون الدافع تبعه للدراسة ينزل فدافعه في علاقاته في اصدقائه بأخلاقه في بعض الاحيان برضو بينزل يا جماعة الخير احنا برجع وبقول مش مع انه نلغي مع انه نعدل لانه اثبتت الدراسات في نسبة كبيرة من المشاجرات وانا بنحكيها على الهوى والشجار والقصص اللي عم سير بالجامعات للأسف الشديد هم من الشباب اللي طالع لهم استثناءات ما بد اقول مكرمة استثناءات بتواصل معكو على 0900-99488 ومنستقبل اتصالاتكو بهذا الليل الطيبة لو كنت مكان وزير التعليم العالي شو؟ اشتركوا في القناة